موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام منتصف الليل بتوقيت بغداد وحلقة جديدة من برنامج تجيك السالفة سالفتنا اليوم مع الدكتور موفق الرباعي عضو مجلس النواب العراق حياك الله دكتور ورمضان كريم رمضان كريم عليك أخ أرمي حياك الله دائما عندك المادة السرية جاهزة تعرف شوق تطلع هاي المادة على مدى سنوات كل ما ممكن أنه تغيب عن الواجه لا عندك مادة خزينة ممكن أن يراجعك للواجه خليف ده من وحدة من هاي المواد بعد عشر سنوات على عدام الرئيس السابق صدام حسين تخرج ودقول أنه أنا سحبت الحديدة من جو رجلي هس يمكن قضية عابرة وممكن تمر لكن تعرف التأثيراتها تعرف تحريك الموضوع اللي صار عدام الرئيس السابق اللي إلى تأثير بدول عربية ودول بعض دول المحيط ترجحها القضية الرجل اللي عدم بأول يوم العيد فتعرف تأثيراتها ورجعت الواجهة خاصة من هاي قضية ممكن أن تمر على بعض الناس بسيطة بسم الله الرحمن الرحيم رمضان كريم عليك أستاذ هارون الرشيد وعلى قناتك الكريمة مشاهديك الكرام وعلى أبناء شعبنا وأمتنا الإسلامية والعربية الحقيقة هناك يعني خطأ كبير جدا في من يقول أنه صدام حسين أعدم في يوم العيد الحقيقة صدام حسين لم يعدم في يوم العيد لأنه يوم العيد يبدأ من شروق الشمس شرعيا العيد يبدأ من شروق الشمس والعيد لا يبدأ إلا بعد أن الناس يرجعون إلى منا يتركون مزدلفة يروحون إلى منا ويضحون ويرمون الجمرات يبدون ويروحون يعني يطفون هذا يوم العيد يصير أما قبل شروق الشمس في ذلك اليوم لا زال معيد وصدام حسين توقيت إعدامه أعدم قبل شروق الشمس أنا هذا أقدم دكتور ها تخرجه شرعية لا أستطيع أن أقطع به ذلك أقطع بذلك حقيقة وطبعا هذا حقيقة واقعة ليس تخرج شرعية حقيقة واقعة وأحنا أعتقد أنه في إعدام صدام حسين كانت هناك عدة عوامل تعمل منها عوامل أجهزة في الولايات المتحدة أرادت أن تهرب صدام حسين وهناك مسؤولين كبار في الدولة العراقية ما وافقوا على التوقيع على إعدام صدام حسين ورفضوا التوقيع على مذكرة إعدام صدام حسين طبعا ما عدا الأخ الأستاذ نور المالكي رئيسي بزراء السابق جيد إذا سمحت لي وكذلك دول العربية ضغطت ضغط كبير جدا ومنظمات عدل دولية ضغطت باتجاه تأجيل إعدام صدام حسين لذلك إحنا كنا تحضبت كبير جدا ولكن صرنا بشكل سريع جدا وتم التنفيذ خلينا جاء عليهم الأمريكان هو كان معتقل عند الأمريكان بالتالي الأمريكان هم اللي جابوا وسلموا حتى يتم شنو هذا التناقض اللي ممكن يصير هم الأمريكان يجيبوه وتقول لكم منظمات وجهات رسمية أمريكية كانت بالضد من قضية إعدامه في الولايات المتحدة البنتاجون والمجلس الأمن القومي والرئيس البوش في ذلك الوقت كلهم كانوا مع تنفيذ حكم الإعدام يعني أقدر أسميهم المؤسسات الأمنية المؤسسات الأمنية أما وزارة الخارجية والدبلوماسية الدولية بشكل عام ومنظمات المجتمع المدني في أمريكا كانت ضد الإعدام وحتى رمزي كلارك اللي هو وزير العدل الأمريكي السابق أقام علينا دعوة قضائية في نيويوك وأخذ حكم قضائي في أن لا يسلموننا يا الأمريكان ويأخر الحكم 48 ساعة ولكن إحنا حقيقة ما استجبنا لهذا وكان هو صدام حسين يحمو الأمريكان يعني كان في السجن الأمريكان أما إحنا عدنا الحق القانوني عليه أما عدهم الحق الأمني عليه حتى بعيدا عن الحق القانوني بلد بعد هذا التحرك اللي صار بهذه الفترة قضية مجلس الأمن يجي يعطي الصبغة القانونية للأمريكان على أنهم قوة احتلال والضغط اللي موجود بريمر فترة صال لتاريك مغير قوانين سلطة الاعتلاف المدني كل هذه التأثيرات تأثيرات الأمريكان يعني بذاك الوقت هم كانوا متسيدين للموضوع بعيدا عن هذه القضية قضية تدري الناس اللي حد لا تحكي به جابوكم لأمريكان فناس بهاي السيطرة على الدولة العراقية ممكن أنه لا بعد تقولهم لا بعد تحرير ثلث يعني بعد هزيمة داعش وتحرير ثلث أراضي العراق الحمد لله الآن بعد ما أحد يقول أنه جئت مع الأمريكان شو اللي يتغير اللي يتغير كثير جدا الآن نحن خلف مقود العجلة ماكو احتلال عندنا صحيح الاحتلال يحاول أن يرجع من الشباج الآن طلعنا من الباب يريد يرجع من الشباج ولكن ما يقدر عندنا مؤسسات سياسية عندنا حكومة عندنا مجلس نواب مو إحنا تحت الفصل السابع ولا إحنا تحت الاحتلال قرار السياسي والأمني والاقتصادي قرار عراقي مئة بالمئة جيشنا جيش حزيران 2014 غير جيش حزيران 2017 كل هذا يختلف بس لا تجمحن علي حتى نجي علينا وحدة وحدة خضية إحنا حررنا وبعد ما يقولون علينا هذا تجيير للنصر أنتم منهم؟ الجيش العراقي الباسل الشرطة الاتحادية الحجر الشعب العشائر السنية العربية البطلة اللي شاركت هذا كلها العراقي يعني انتصر العراق الدكتور ما يقولون على ذول يجابهم لأمريكان ذول ما لهم علاقة حسنة اللي تقول عليهم اللي حققوا النصر شوف عزيزي هذا يعني مو أنت تقول ولا الناس اللي يفتهمون المثقفين لو عين ما يقولون هذا كلام هذا حجم ما الانترنت ما الناس متخلفين ما يعرفون شئون القضية احنا الحقيقة ما جئنا مع الأمريكان استفدنا من الإطاحة بالنظام السابق وحاولنا أن نخرج المحتل بالطرق السلمية والحمد لله وفقنا الله لإخراجه في تسع سنوات أقصر مدة احتلال في تاريخ البشر رح تزعل عليك فصال المقاومة اللي قاله وضرباتنا ساعدت الحكومة بالتفاوض أنا أقول هالشكل أقول أنه احنا كمسلمين قد ما تحول التحرير رات تطلع من عندك احنا كإسلاميين شوية أعتبرها اليام التويلة المدنية أكثر رات تطلع من عندك لا حكت له لا احنا دستور دستور مدني زين دستور دستور مؤسسات احنا دولتنا دولة دولة مدنية مدولة دينية ولا دولة طائفية دولة دينية دولة مدنية إقامة دولة إسلامية نعم بالضد من إقامة دولة إسلامية بالتأكيد لا يعني لأنه الدستور ما ندل دستور مدني واتفقنا عليه هذا احنا دولة مدنية دستورية مؤسسات دولة الإنسان الذي تحترم الدين تحترم الإسلام هذا احنا والتعامل الفصل جيد تفضل عندما واجهنا الاحتلال في بعد ثلاث أربعة خمسة سابيع من التحرير في تسعة أربعة فيم وثلاث بعد الأمم المتحدة حولت التحرير ما يسموه التحرير بين هلالين إلى احتلال احنا واجهنا مشكلة حقيقية هذا محتل دولة أجنبية على أرض مسلمين شلون رحنا للمراجع ومراجعنا قال لنا أنه المراجع اللي احنا نقلدهم قال لنا أنه طلعون المحتل وسموه ضيف يطلعون بالمقاومة السلمية المراجع سموه ضيف عيسى موضيف نعم من أهم هاي المراجع لا ما يحتاج نشخص احنا عدنا مراجع من نقول المراجع من نقول النجف من نقول كلها واضح الضمير يندل أهلا واضح ما يحتاج فهذه أكو ناس آخرين اللي هم متدينين وناس جيدين همين اختاروا أنه يسألون مراجع آخرين قالوا لهم لا المقاومة المسلحة فمع الأسف افترقنا وهنا هذا أحد المصائب اللي صابت العراق حقيقة عندما عندما افترقت المقاومة السياسية عن المقاومة المسلحة ما مشوا بالتوازي واحد وما يكمل تحتاجين بوقت للتوحيد هي لأن على الأقل التنسيق بين خطين على الأقل التنسيق بين خطين لا يعني وصل القطيع بيناتكم حتى لعدم التنسيق نعم مو بعد عدم التنسيق التعرض في بعض الأحيان والتصادم في بعض الأحيان كثيرة لأن احنا خيارنا الدولة احنا خيارنا كان ولا زال وسوف يبقى خيار بناء دولة مؤسسات دولة مدنية دولة مؤسسات دولة الإنسان التي تحترم الإسلام هذه نظرتكم ماذا تختلف عملي حملة والسلاح ضد الأمريكان الطريقة طريقتهم أثاء يعني أنا أجيب لك مثل مثلا قائد قوات التحالف في وقت ما في صيف 2006 قال لي دكتور أنا عدد الجنود الذي يقتلون من قبل جماعتكم أكثر من عدد الجنود الذين الأمريكان الذين يقتلون من قبل الزرقاء ويجماعته بهذا عشلون احنا ده نتفاوض معه احنا نتفاوض معه لو كان تنسيق مثلا عندما نتفاوض نقولهم أنتم صعدوا عندما يعطونا هؤلاء مطالبنا نقولهم نزلوا لو لو يصير تكامل مثل ما كان بين بالجيش الجمهوري الإيرلندي اللي كان يقاوم البريطانيين في إيرلندا كان بين شنفين وجيش الجمهوري الإيرلندي كان واحد جناح سياسي واحد جناح عسكري ينسكون بناتهم وأخرجوا المحتل الإنجليزي دكتور أنت مو مع كلامهم اللي داروا بقتها أن أنتم كفريق عراقي مفاوض حتى يكون جدول للانسحاب أنتم كمفاوضين استفاديتوا من ضرباتهم ضد الأمريكان القوات الأمريكية في الأوقات في بعض الأوقات استفدنا وفي أوقات كثيرة حقيقة ضرتنا كثير لأننا نحن نفاوض ونمر بمثلا في منعطفات خطيرة جدا والفي والإلى والعلى كنا نلاحظها بالنصوص الإنجليزية والعربية وينقتل من هؤلاء مثلا مجموعة يختطف مجموعة أخرى هذا ما يظهر ضرنا يجي هذا بالمفاوضات متشنج وانت شين ماذا تسوي له عندما اخترنا مثلا قلنا سميناها اتفاقية الجلاء في ذلك الوقت ما قبله الجلاء يعني أنتم طردينه فلذلك هذا حقيقة تلك الفترة بس الحمد لله انتهت قبلها شنو السقف التعاطي اللي أخذته ودخلته للتفاوضات شلون يعني سقف اللي تعاملوا به هذا الكم هذا هذا لا توصل هذا لا تعطوا للأمريكان هذا تأخذوا من عدهم يعني هم أول يعني أول شيء بزونا بعثونا نسخة من الاتفاقية مقترحة كارثة 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 نووية زيان ما يعني فلذلك رفضناها جملة من التفصيل وعدي هاي لا زالت يعني المسودة تزولها بالإيميل وفاوضنا فاوضنا شنو أهم اللي كانوا يردوا بحيث صدمكم أنه لا ما رحفظ نبقى لعقود من الزمن يعني وقت مفتوح هذا احنا رفضناه رفض بات زيان هم طلبوا بعد ذلك خمس سنوات احنا قلنا لا سنة اتفقنا بعد ذلك على ثلاث سنوات مثلا رادوا قواعد في كل أنحاء العراق رادوا قواعد زيان احنا رفضنا القواعد زيان كثير من الأشياء حقيقة رادوا امتيازات مثلا يعني حصانة دبلوماسية إلى كل جنودهم ما يعطي حصانة دبلوماسية إلى كل جنودهم هاي كانت يخافون من عدم بسبب قضية الملاحقة القانوية لكن ما صار ملاحقة للجنود الأمريكان بعد الخروج لأنه ما صارت أحداث حقيقة وشنو صار وراء ما اتفقنا وياهم خلال ستة شهر رجعوا من الشارع إلى القواعد بحيث أنه ما كانوا سواء دوريات بشارع العراقية ولا يعني بالطرق بس قلنا كانت عندهم خروقات ما شفنا احنا الخروقات حقيقة هذه يعني قناة المراقبتنا للسنوات الثلاثة اللي أعقبت الاتفاقية اللي هي 2009 و2010 و2011 ما شفنا خروقات واضحة وحتى إذا شفنا أنا تركت زين وقبلها قبل هذا التاريخ آه خروقات كبيرة جدا جاند ولكن كان عندهم غطاء إلى الممتحدة يعني كان القرار هاي كثير من الناس أرجو أنه مشاهدك الكريم مشاهدك الكريم أنا أعرف مشاهدي الرشيد يعني مثقفين وناس واعين خلفتهم هاي إحنا من تسعة أربعة من خمسطعش من خمسطعش خمسة ألفين وثلاثة إلى أن خرج المحتل في واحد واحد ألفين واثناث القرار الأمني والسياسي والاقتصادي كله للعراق هو بد الاحتلال ليش؟ لأنه خولوه حسب اتفاقية جينيف للاحتلال خوله مجلس الأمن خول المحتل أن يقرر أمنياً وسياسياً واقتصادياً إحنا كنا حقيقة ندافع وياهم بهاي السنين بس نريد نحال دكتور رجعت جزائت لي من خمسطعش ثلاثة خمسطعش خمسة ألفين وثلاثة لغاية ألفين وتسعة صحيح وبالأي تسعة إلى ألفين ودعش صحيح هذا الفرق اللي صار بنات أنه قبل قبل لها أكتفاقية لسنوات الخيرة بالعكس صحيح ما أكتفاقية وأكتفاقية صحيح هذا صار بالسنوات الثلاثة اللي يسميها انتقالية أه اللي هي الانتقالية من الاحتلال الكامل إلى الانسحاب الكامل زين اللي هي 2009 و2010 و2011 هاي السنوات كان المفروض بالأمريكان وهذا وفق الاتفاقية الإدارة استراتيجية أنه يبنوننا الجيش العراقي الأجهزة الأمنية الأجهزة الاستخبارية استخبارات الإشارة تدريب كادرنا الاستخباري الاستخبارات من الجاو يحفظون المياه والحدود والأرض والسيادة كلها ويبنوننا يعني منظومة أمنية منظومة هيكل أمن وطني وقومي كاملة بحيث عندما ينسحبون كاملا في نهاية 2011 ينسحبون وإحنا على أهبة الاستعداد مع الأسف فشل الأمريكان في أن يبنون هاي المنظومة الأمنية خلي لذلك جاء الداعش بعد 18 شهر من انسحاب القوات الأمريكية بهذا الموضوع بهذه السيطرة اللي كانوا موجودين عليها قوتهم على الأرض القوانين الدولية اللي ساندتهم خيرجع على القضية خليناها مفتوحة قضية عدم صدام حسين بهذه القوات يتحدث عنها هم سلموكم صدام حسين وعدمته بالتالي ليش ما حاولوا أنه يستخدموا كل هذا اللي تتحدث عنه ولا ما نسلم صدام حسين خليكم بعيد عنه ونعرف عن شون ما تعملوا هم دولة تتبع القوانين وصدام حسين مواطن عراقي ولكن محتجز عندهم فإحنا إن الحق القانوني في استرجاعه وما يقدرون يمنعوننا من هذا خاصة قبل لا يعطونا يعطونا تقريبا 13 أو 14 طلب يعني شرط زين حققوا هاي الشروط يلا نطيكم سلمكم صدام حسين شروط بخصوص شنو آه شروط أولا لازم يوقع رئيس الجمهورية زين هم ما يدرون بما رح يوقع هم ما يدرون بما رح يوقع لا وهي كان ما كان رئيس الجمهورية كان مجلس رئاسة الجمهورية مجلس رئاسة الشيء الآخر وزير العدل يحضر وزير العدل المسافر اللي كان في ذلك الوقت إلى باريس وزير العدل ذاك الوقت زين نائم رئيس الجمهورية منسافر كان للحج نائم رئيس الجمهورية الثاني رفض الدكتور طارق الهاشم رفض أنه التوقيع الرئيس الجمهورية اللي الأستاذ جلال الطالباني كان في سلمانية ويدرون بما يوقع على فزين هاي هاي قضية قضية الثانية لازم يحضر يعني الإعدام أول لازم يحضر طبيب يوقع يعني يعني شهادة الوفاء الثاني يحضر المدعي العام ويحضر قاضي خدمته أكثر من خمس سنوات وهناك شروط عدة حقيقة يعني هذه وهذه إلى أن وفرنا هاي الشروط شافوها لأن هما عدوا يعني جانب قانوني جانب هما مسؤولين عنه لأنه مسؤولين أمام الأمم المتحدة اللي خولتهم يعني كل تخويل الاحتلال فأخذوا هاي الأشياء ها هد ما اكتفوا بي قالوا زين اليوم سلمكم صدام حسين فسلموا في فجر قبل فجر ذلك اليوم زين مستشار الأبن القومي في حينها وحضر كان المنظومات الأمنية اللي موجودة بالعراق بهذا التحول الأمني اللي موجود بالعراق للطرابات اللي موجودة شنون اللي يخلي هو يجر الحديدة من جوارج صدام حسين يعني شوف أولا لست فقط أنا إذا سمعتلي ممكن أنه شرطة يما لا شوف أخي أستاذ هارو أولا هاي فيها قضية معنوية كبيرة جدا هاي وحدة صدام حسين مو كإنسان مو كإنسان عراقي يعدم مو كإنسان يعدم ويصعد المشنقة لا هذا الرجل حكم العراق ممكن 36-35 سنة زين وارتكب جرائم إلها أول ما إلها آخر هاي رقم واحد الشيء الثاني لست فقط أنا كنت لا كان وزير العدل وكالة كان المدعي العام كان القاضي كان مدير مكتب رئيس الوزراء كان أعضاء في مكتب الأخ رئيس الوزراء آخرون زين وكان المندوبين اللي هم اللي نفذوا حكم الإعدام من فوق اللي صادين كانوا في يعني لابسين الغطاء على الرأس كانوا من نزالة العدل فهناك عدة أشخاص كانوا حاضرين القضية هذه لأن وبالمناسبة يعني دعني أقول لك سرا يمكن كثير من الآخرين من الناس يمكن ما يحبون نسلونه ولا أجنبي غير حكومي حضر حملية الإعدام أول شيء ولا أجنبي يعني أمريكي ما موجود إطلاقا أصلا بالبيت ما للإعدام ها ما دخل أمريكي سلموا أنا يامي الباب أنا استلمت بالباب هاي رقم واحد اثنيا ماكو واحد مدني لا عالم دين لا معمم لا لا إعمام سوداء لا أفندي مدني أصلا أصلا يعني مدني أقصد غير حكومي ما حضروا الناس فقط الحكوميين اللي حضروا شوني كانت رسالة هاي رسالة أنه هي ما احنا ما جايين يعني ننفذ حكم الإعدام انتقاما أو ثعرا أو قولت اللبنان نفش خلقه مو مريد نفرغ غضبنا بإعدام صدام حسين لا نريد نقيم العدل هذا الرجل ثلاث سنين هو في قفص الاتهام وفي التحقيق وفي المحكمة ودافع عن نفسه واجبنا كل اللي أعطيناه كل حق الدفاع عن نفسه وعن جماعته يعني ومحامين دوليين محامين عراقيين محامين عراب وكل وعلى الملاء وبالجسمة يعني حي مباشر ينقل فأعطيناه حق كامل جيد دكتور لو أنه عيدت الكرة لا ما نسوي هاي الأخطاء الفنية هاي الأخطاء الفنية مثلا شدت رجلية مثلا مثلا شدت إيده بقوة ليورا مثلا أخطاء الفنية بعد الوفاة كذلك يعني بعد العفو عملية الإعدام يعني صارت أخطاء هذين هي أخطاء فنية الحقيقة مو أخطاء يعني تطعن بشرعية الموضوع وأنا أنا أعتقد أنه بس في هاي ممكن قضية التوقيت التعامل لا خلا أقول لك شيء يعني الحقيقة إحنا ما عادمين قبل واحد قبل صدام حسين إحنا نعرف شنون ننعدم ما نعرف شنون نعدم يمكن إذا صارت هاي الأخطاء الفنية هي لأنه إحنا أول مرة نعدم إنا واحد بالإعدامات اللي ثلتها ليش تقول هذا مو شغلكم ونتو جاءتوا دخلتوا بي لا هذا شغلنا ليش مو شغلنا أنه تعدمون توقفون على العدام ممكن الإجراءات تكملوا وتجون تكون الأمور جاهزة بس ما نتعدمون أكون ناسية ردنا نتأكد بأنفسنا أنه هذا هو صدام حسين بعينه الحد ما وصل عدكم شك نعم لا طبعا طبعا بالتأكيد لازم نشوفها بعيننا ونتأكد مننا بلحمه ودمه زيان بلحمة وشحمة وعظمة هو هو هذا زيان هاي رقم واحد ورقم اثنين ماذا يضير ذلك يعني لماذا تقوم الدنيا ولا تقعد ليش هو الآن أنا وحضر الأخ الهارون الرشيد الأخ العزيز هارون الرشيد صرفنا الآن ماذا نص ساعة نتحدث عن قضية فنية ما نتحدث عن الجرائم اللي ارتكبها صدام حسين ما نتحدث عن الكوارث اللي ارتكبها صدام حسين من الحرب العراقية الهيرانية من الحرب الكوية من المقابر الجماعية 760 ألف واحد بالجنوب بانتفاضة 91 من الحلبشة من الأنفال من ما خلى ما خلى بنا عشرات الآلاف من الدعاة الميامين سعدوا المشانق في أبو غريب كلها ما نتحدث به وكأنه ماكو في الدنيا إلا أنه نعدم في يوم العيد لو قبل نص ساعة من العيد وشلون نعدم يعني أصلاً ماذا يعني المواطن هذا الآن صرفنا على أمريكان وعلى تأثيرهم وتدخلهم خليد رح فاصل خليد رح فاصل شكراً فاصل قصير وإننا عودة الآن ستصلك آخر الأخبار العاجلة المحلية العربية والدولية إضافة إلى البث المباشر للقناة ورؤية جميع برامجنا السياسية والمنوعة والرياضية وذلك بتحميل تطبيق قناة الرشيد على جهازك الخاصة كن مع الحدث أولاً بأول الرشيد من جديد أحييكم مشاهد كرام وأحييكم أيضاً دكتور خليت حدث عن مررة كلمة أنه يحاولون يرجعون هاي المحاولات شنو أساسها المعلومات شنو اللي خلعتكم هاي الصورة متكونة أنه قضية الأمريكان رجعونها ثم يتحدثون عن احتلال بارد بشركات أمنية بشركات اقتصادية لو القضية أبعد من هذا الموضوع شوف الإدارة الأمريكية في عهد بوش اختلفت اختلاف كبير جداً عن الإدارة الأمريكية في عهد أوباما ثمان سنوات ثمان سنوات بعد بوش إجاء أوباما قال أنا العراق مو شغلي هذا خطيئة ارتكبها جورج دابليو بوش أسقط النظام وجاب ذلك وما ندرش نسوي بيهم زيلاً فترك العراق وانسحب انسحاب غير مسؤول انسحاب غير مسؤول هذا الانسحاب غير مسؤول جزء هو يعني طبعاً ضمن أسباب أخرى لأ دكتور بسمع الخليف تم قضيات الغير مسؤول كان أكو اتفاق بينكم وبين الجانب الأمريكي على أنه الانسحاب يترتب عليه أمور داخل عراق هم مانيكلوبي طبعاً طبعاً احنا قلنا خلال الثلاث سنوات الفين وتسعة وعشر ودعش يعني يبنون منظومة أمنية كاملة استخبارية عسكرية وبعد ذلك ينسحبون يعني خلال الثلاث سنوات هذا مع الأسف ما يسوه وراء ثلاث سنوات أصلاً بعد الانسحاب كل شيء يعني غسلوا وإيدهم من العراق مع العلم احنا عدنا اتفاقية الإطار استراتيجي أن الولايات المتحدة تقوم ب إعادة إعمار العراق صناعياً زراعياً تعليمياً تربوياً صحياً في كل المجالات تحمي تحمي الحدود تحمي الصحاري والجزيرة تحمي المياه الأقليمية تحمي الجو كل هذا في اكتفاقية الإطار استراتيجي زي مع الأسف أنا أستطيع الآن أكشف سر في نهاية 2013 نحن نعلم أنه بدأت داعش وبدأ الارهابيون يبدأ بدأوا في بناء قواعد تدريب في وادي حوران في الجزيرة والبادية هذا يمتد من الفل وجهة إلى الحدود السورية زي وما عندنا قدرة عسكرية ولا عندنا قدرة جوية أن نضربها ولحنا لحت الحكومة في ذلك الوقت أنا كنت قارج الحكومة أنه تجي يابا تعالوا ساعدونا أو ضربوا هذه المناطق ولقد أسمعك أن ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي أصلا رفضه وستقصرة كيف القضية مقصودة؟ لا هو هو لأنه ما يريد يتورط أصلا هو ما يقول هذا شغل بوش هذا بوش سوى أنا ما يعني شغل به هذا ولا أتورط به ولا أرجع لأساعدهم ذوله هالشكل يعني بهذه الطريقة من إجت هالإدارة هالإدارة هي أكثر يمينية من بوش وأكثر تدخلا في الشؤون الداخلية للأمم الأخرى من بوش من إدارة بوش على هذا الأساس الآن طبعا يعني يريدون يرجعون بطرق مختلفة الآن أهم إشاراتها شنو؟ أهم إشاراتها زيادة العديد القوات زيادة أنواع يعني مو فقط الجوي دعم الجوي إنما على الأرض يعني الأباتشي والهليكوبتر والمدافع مدافع على الأرض أكو يعني تضرب مع قلب الموصل المدافع المدافع الفرنسية نربطها نحسن نعم جال جزء من المنظومة الأمنية لنيتو هذا الحلف الأطرسي كل هذا والعديد العديد هم يقولون الحد تقريبا عشر تالاف باعترافهم باعترافهم حكومة العراقية تقول ستة تالاف وأقل من ستة تالاف اعتراف الأمريكان يقولون عشر تالاف أنا شخصيا أقول وهذا أقول للرشيد مو أقل من عشرين ألف تعرف ليش زين الأمريكان قبل لا يجي أي جندي إلى العراق شي يساوون يمررون مدرسة يعلموا عادات البلد اللي رايحها بعض اللغة مثلا سلام عليكم شلون من هاي زين عاداتهم تقاليد البلد الدين اللغة شوية يعلموهم في هذه المدارس هاي المدارس تدار من قبل شركات أهلية في هذه المدارس مرأة أكثر من واحد وعشرين ألف متدرب الفترة اللي مرت هاي بضعة السابيع الماضية ممكن تقول عليهم دول يكونوا موصلوا للعراق لو بعد لا أقول أنهم ما وصلوا أو في طريقهم من العراق بس العشرين أو أكثر من عشرين ألف فرقب مو سهل لا مو سهل أبدا وأنا أقول لك أنه تقريب العشرين ألف قوة مقاتلة وقوة داعمة وقوة حافظة وقوة للإخلاء الطبي وقوة للدعم وقوة للإنقاذ وقوة للتجهيز اللوجستي فمجموع هاي القوة هي أقل شوية من عشرين ألف هذا يراد لتخريج قانوني لأن الحكومة الآن في وضع حقيقة ضعيف قانونا أنا دا أتحدث دستوريا المجلس النواب يكون يدخل على الخط هنا ويقول أولا الريد بقاء القوات الأجنبية بالعراق لا لا زين وريد نطهم قواعد لا لا هذا بعد التحرير الكامل الآن الآن إحنا الآن على مشارف التحرير إن شاء الله بضع تسابيع نعلن تحرير الموصل إن شاء الله زين ولكن أقول أنه مجلس النواب هو المخول الوحيد وما خول الحكومة في أن تدخل به يعني الآن كل الجنود أو العسكر الأمريكان تعرف شنو عندهم شون بدء الفيزا اللي يدخلون بها شنو تعرف الفيزا اللي يدخلون بها فيزا دبلوماسية هو عسكري هو عسكري فيزا دبلوماسية ويعني حصانته مئة بالمئة حصانة دبلوماسية مالته تجاوزوا بين الأخطاء اللي ما يشتغلوا عنها بالبداية أحسن زين لأنه إحنا اضطرينه يعني في حزيران 2014 تدري يعني داعش كانت بتاجي داعش كانت ببغري فلذلك مضطرين أنه إن طالب مجلس الأمن يا ناس تعالوا تساعدونه إلى وبالمناسبة مساعدة الأمريكان جاءت بثمن باهظ باهظ وخرق للسيادة بي تعالوا بدلوا حكومتكم بدلوا رئيس وزراءكم اعملوا فلان قضية سووا فلان قضية يلا نجي ندعمكم وانسان للحكم الديمقراطية في العراق مع العلم أنه دكتور بزغلت مع العلم أنه مع العلم أنه طالب هاي شوك صارت هاي بدلوا رئيس وزراءكم وبدلوا 2014 في السيافة 2014 نعم نعم جدا واضح لا نأتي لمساعدتكم إلا أن تبدلون حكومتكم وتبدلون رئيس وزراءكم وتبدلون كل الوضع هذا اللي أنتم عليهم زين هذا ما نملك بلد فلذلك مضطرين إحنا لو بلدنا لو هذا فالدفاعنا من بعض هذا صار أنه الرأي الخارجي هو المؤثر بالحراك الداخلي بالتأكيد شون كلام هذا يعني أنت تقول يعني الأمريكان ما لهم أثر بالوضع السياسي بالعراق بالتأكيد أكون وكذلك الدول الرقليمية نتحدثت على قضية دخول البرلمان على الخاط والحكومة اللي افتهمت من كلامك أنه الآن الحكومة بوضع حرج ضغط الأمريكي بالتجاه ويمكني رفض البرلمان بالتجاه الثاني نعم وضع القانوني للقوات المسلحة الأجنبية في العراق وضع جدا هش وما كوى إلى سنة قانوني كبير إلا رسالة من وزير الخارجية العراقي الأستاذ هشارشان في ذلك الوقت إلى مجلس الأمن يطلب أنه تعالي مجلس الأمن ساعدونا لأنه نحن الآن نتعرض إلى خطر وجودي ما تعتبر هاي سنة قانوني لا مو سنة قانوني هذا هذه تسطح للطوارئ أما صار لمثلث سنين وراح ندخل بالسنة الرابعة هذا ما يسموه هذا مطوارئ دكتور إذا سمحت لها سنة تحدث على القواعد الأمريكية اليابان من الدول العظمى بها قاعدة أمريكية ألمانيا بعد ما الأمريكان سحبوا قاعدتهم تدور اقتصادها دليل على الربط الذي موجود الآن كل الذي يدور الحديث والضغط الذي موجود على قطر مجرد يقول لهم أنتم بأمان ما دام عدكم قاعدة أمريكية قاعدة أمريكية ممكن هذا تأثيرها تأثيرها أنه أكو شيء ممكن يحرك الشق مع العالم حتى يتحرك على القاعدة ما تلي موجودة ليش هذا الرفض للقواعد الأمريكية بالعراق لا شوف إحنا نختلف عن الدول الأخرى نختلف عن قطر نختلف عن عن السعودية اللي بها قواعدة أمريكية نختلف هنا إحنا يعني بلد ديمقراطي بلد حر حصنا سيادتنا حصنا حريتنا حصنا نظامنا هذا الديمقراطي التحددي التداولي حصناه بشكل أنفس وحتى لاحظت لاحظت سألان ما نريد قوات أجنبية يشاركنا في تحرير الموصل وتحرير صلاح الدين وتحرير الأنبار ما نريدهم نريد نحتكر الشرف تحرير أراضينا للعراقي للجيش العراقي للحج الشعبي للعشائر السنية العربية البطلة تقول إحنا حررنا أراضينا وإحنا نلزمها وإحنا ندافع عنها ما نريد ما نريد يشاركنا حقيقة في هذا الشرف أي أجنبي وبعدين إذا ما نحتاج إحنا ما نريد نعتدع على لا نريد ندخل بإيران مرة ثانية ولا ندخل نحتل لكويت مرة ثانية ما نريد الأجنبي ولا نريد نعطي فرصة أو ذريعة إلى إقليمي أن يدخل بلدنا فإذا إذا يعني بعدين داخلين دكتور شين اللي راح يضغير داخلين وتأثير مواضح أي داخلين تعرف ليش لأنه إحنا ضعاف وإحنا منقسمين لو نبني بلد إيراق قوي موحد فدرالي يقود المنطقة مثل الجبل ها الجبل ما يذبون عليه حمم بس الآن وادي إحنا مثل الوادي ينذب عليه الحمم من كل الجبال المحيطة بيه جيد ما تود لي خليلي أسفاد من الوقت دكتور ما تود ذكرت السعودية أكو حراك اللي راغ بتابع بأبسط تفاصيله هو حراك متسارع وزير الخارجية السعودي يجي لأبغداد بعد قطيعة لسنوات طويلة رئيس الوزراء سيد العبادي يلتقي بالملك السعودي على هامش مؤتمر القمة العربية بعدين سيد العبادي يزور السعودية أنت سنوات أنت من ضمن الأطراف اللي كانت على تواصل مع السعوديين بزيارات متبادلة لكن يمكن ما وصلت ياهم النتيجة شنو اللي يتغير بحيث أكو ضغط على مستور الرؤوس الكبار بالدولتين يتعاملون بهاي الطريقة والزيارات المتبادلة لا شوف احنا مرت علاقاتنا بالسعودية في مراحل عدة من 2003 إلى 2006 كان هناك شك وريبة كبيرة جدا عند السعوديين من هذا النظام الجديد اللي صار بالعراق لأنه نظام حريات عام و يعني ديمقراطية هذا وعنوان الرئيسي الشيعي وهم يعتقدون أنه احنا هذا يعني حكم طائفية وحكم شيعي تحت التأثير الإيراني هذا هذه المرحلة إلى 2006 بال2006 دكتور للأمانة وإحنا برمضان جاءت نسبة اعتقادهم صحيحة بهذا الشيء خطأ خطأ كبير جدا والله ارتكبوا بحقنا وحق أنفسهم خطأ كبير جدا نحن لسنا تحت تأثير أي دولة بما فيها الجمهورية الإسلامية نحن متحالفين ويا جمهورية الإسلامية نحن صداقة وياهم نحن حلفاء استراتيجيين معهم نحن يدعمونا وندعمهم سياسيا وكل هذا صحيح نتكامل وياهم اقتصاديا ماكو مشكلة بهاي ولكن احنا تحت احنا خيار ما عدنا خيار إلا بناء دولة قوية الصد الجيران عن الاعتداء علينا أو عن التأثير على سياستنا والآن التأثير ما للدول الأقليمية منين هو؟ ممكنته من مهجتي فتمكنها مو أنه من شاف العرب مقابل الكرد والشيعة مقابل السنة هو دخل من من الفجوات هاي زي خلنا نرجع إلى العلاقة السعودية للتقسيم للتحولات اللي صارت بالسنوات بالأل ثاني وستة قررت الحكومة حكومة السيد المالي كلولا أن ننفتح على أشقائنا العرب شون أشقائهم زين يعني صار لهم سنين وكمستعد سنة بس يرسلوننا أحزم مناسفة وعبوات وسيارات مفخخة ننفتح عليهم ننفتح عليهم بالعنوان الألان الواضح جدا أول شي إحنا نظامنا السياس يختلف عن نظامكم السياسي فإحنا ما نتحدث عن السياسة تنسيق سياسي إحنا نتحدث عن تنسيق أمني لأنه هذه الزرقاوي كان والقاعدة والداعش هذا خطر على كل المنطقة فتعالوا يا ناس أغلب الناس اللي دي يجون على الإرهاب بالعراق يجون من السعوديين من السعودية مو يمكن لعلهم مو الحكومة السعودية بعثتهم بس من أغضمات المجتمع المدني المؤسسة الدينية السعودية هي تربيهم العقيدة مانتهم عقيدة وهابية فتعالي يا أخوان خلي يعني ننسق أمنيا بياناتنا من أجل وسوينا خط ساخن بياناتنا بين مخابراتنا هاي بعد 2006 أي بال2006 وصارت زيارات متبادلة كلها زيارات رسمية وموثقة وموجودة محاضرها ويعني مجموعات يعني حقيقة ذهبت ورجعت وصار تفريق أنتم تبقوا على سياستكم ملكية اللي انتم مالتكم وإحنا نظام ديمقراطي إحنا ما ما نتحرش بيكم ولا نتحرشون بالسياسة تعال خلنا ننسق أمنيا لأن مصالحنا وحدة بالآن وصار بدأ تنسيق ولكن مع الأسف بالحكومة السيد المالكة الثانية صارت مشاكل صار الاستقطاب الطائفي بين إيران والسعودية صار الاستقطاب الطائفي نعكس وين في بغداد صارت في بالألفين وعشرة بدأت المفخقات وبالألفين وداعش بدأت المصائب إلى آن صار صارت بعد داعش فهم بدأوا يدعمون يعني بالأموال وبالأفكار وبالرجال يدعمون الإرهاب في العراق زي من قلت الأمريكان ضغطوا باتجاه تغيير رئيس الوزراء كان لهم دورهم أي لأنه كان الانطباع أنه السيد المالكي في حكومة الثانية عند الأمريكان وعند السعوديين أنه هو أقرب للجانب الإيراني منه إلى الجانب الأمريكي أو الجانب السعودي فلذلك هذا الانطباع بالتأكيد يعني حجزه الطريق على السيد المالكي سواء الأمريكان أو السعوديين على الطرف الأمريكان والسعوديين ما تصور أنه يتعاملون بسذاجة أو ما عدهم ناس ممكن يتشخص الواقع متعاملوا بهذه الطريقة أنه قرب السيد المالكي من إيران معقول يجي من فراغ معقول هم يجي مجرد تخمين وتعاملوا على الواقع شوف الأحداث اللي صارت في سوريا أثرت تأثير مباشر أصلا قبل ما جاء داعش إلى العراق من سوريا أثرت بشكل كبير جدا لأنه الانطباع الذي أخذ أنه العراق يدعم النظام السوري الحكومة السورية حكومة الرئيس بشار الأسد ضد المعارضين في ذلك الوقت قبل أن يصير المعارضة مسلحة وقبل أن تتحول المعارضة المسلحة إلى إرهاب ويسيطر عليها الإرهابيين سواء النصرة أو أحرار الشام أو مثلا الآن داعش مثلا فلذلك من صارت الأحداث في سوريا أثرت على الوضع في العراق وحصت الحكومة العراقية في زاوية أنه إما تكون أنت مع الإرهاب في سوريا أو أنه أنت مع الحكومة السورية وين الحكومة الصير فانحصرت بزاوية وقلنا أنه هذا مشروعنا إلى سوريا يتكون من ستة نقاط أهمها أنه أعطاه الحرية للشعب السوري في تقرير مصيره وتمثيل كل أمور دكتور هنسا كلها راحت بحيث ممكن أنتظر نتيجة من زيارة السيد العبادي أنا حقيقة يعني أأمل أنه السيد العبادي الآن دفع الثمن الذي يقدم هو دفع الثمن لأنه زيارته للسعودية وعدم زيارته في نفس الوقت إلى قطر دفع الثمن الآن ليش لأنه الآن أخذ الانطباع عنه أنه سطف مع السعودية ضد قطر وضد إيران هكذا الانطباع لأنه الآن هناك صراع ترغم نفي لهذا الموضوع صراع سعودي قطري لو مثلا يروح إلى قطر يقول أنه يحاول يتوسط بناتهم بس الآن يروح فقط للسعودية وما يروح إلى قطر منه إلى رحل الكويت ثم إلى إيران هذا غير موضوع فهو دفع الثمن ودفع الثمن كبير أنا أصور أنه مقابل هذا الثمن لازم يحصل أموال مليارات سعودية تجي إلى المناطق المحررة في المناطق الغربية من أجل إعادة إعمار هذه المناطق هذا كلامك ممكن أن نقول سيد العبادي نسف تأكيدات على أن العراق بعيد عن سياسة المحاور وإحنا العراق بالدستور بعيد عن سياسة المحاور مو سياسة الحكومة فقط هاي الدستور العراقي يمنع أي رئيس حكومة أي مسؤول بالدولة نحن ننأ بأنفسنا عن صراعات من صراعات الدولية والصراعات الإقليمية منصر طرف سيد العبادي السعودية كسرت هذا الموضوع أي أعتقد أنه أخذ الانطباع عن الأخ الرئيس الدكتور العبادي أنه مصطف مع السعودية ضد قطر وضد يعني من يدعم قطر ممكن نثق بالتوجهات السعودية ممكن يقول أنك تغيير بها تجاه العراق من خلال متابعة كلهم طلعت هاي السنوات تتحدث مني في السعود أنا لا ما أخذ كلام أنا ما أخذ تصريحات ولا كلام أنا أخذ يعني شنو فلوس بالمصرف أنا عندي أنظر إلى السياسة السعودية العملية راح يطون أسماء الإرهابيين يوقفون حركة الرجال شبابهم ومجيوهم للعراق يوقفون حركة الأموال اللي تجي منك إن يراقبون الإعلام هذا الاستقطاب الطائفي لأن الاستقطاب الطائفي بين الشيعة والسنة بين إيران والسعودية يتحول إلى دم في بغداد ما إلى شغل بالطهران ولا إلى شغل بالرياض فلذلك أنا أنظر إلى القضايا العملية الأداء العملي للسعودية يعني ها راح تقيم بعد الزيارة وتنتظر حتى يتنفر أحسن أنتظر أشوف الأداء لأشقاءنا في الخليج أشوف أداءهم أشوف المفققات تستمر والدعم يستمر كنت معجب أداء أشقاءنا والله حقيقة هناهم فرص كبيرة جدا أن يرجعون عن غيهم في أنه أنتم يعني هذا أنه هذا حكم شيعي تحت تحت المظلة الإيرانية وتحت يعني الإدارة الإيرانية هذا أنا أقول لك أحد الأمراء يعني هسه يعني راح إلى دار حقه وكان وزير داخلية تنشي يقول لي يقول لي دكتور أنتم مدخلين خمس ملايين إيراني خاطر يصوتون على الدستور إحنا أقل من مليون زائر يدخل للعراق من ديالة الأربعين ما ندري وين يمديهم هل مرة خمس ملايين وين وين هذا هذا بالألفين وخمس يقول لي شو هالكلام شو أنت يسمي سذاجة يسمعون بأذن واحدة هو إذا شوف منين يسمعون بهذه الطريقة بحيث كل معلومة يصدقون يسمعون من بعض شركان بالوطن بعض شركان بالوطن اللي الآن قسم منهم في أربيرو قسم منهم في اسطنبول قسم منهم صادر عليهم أوامر القبول قسم منهم صادر بهم مدانين من قبل القبال العراقي هؤلاء كان يسمعون ولا زالوا بعض الناس اللي موجودين الآن بالعملية السياسية لا زالوا يسمعون السعوديين وبعض أشقائنا في الخليج لا زالوا يسمعون أشياء عجيبة غريبة عنا أنا يعني أجيب لك مثل آخر مثل آخر واحد يقول لي من مسؤول كبير جدا وهو يعني مدير مخابرات دولة خليجية يقول لي أنه الشرطة شرطة المرور بال هذا الحاكي يتحدثون بالبصرة يتحدثون باللغة الفارسية ليش يقول الدكتور يقول لي تصدق هذا الكلام محبول هذا قال إليك مباشر إني قال لي مباشر يقول لي ليش هالشكل تسمعون ويتحدثون بالفارسي يعني هذا وين عايش شنو التقارير اللي يقراها شنو اللي يسمعها هذا زين بالمقابل ليش ما قدرت الحكومة كممثل مباشر للدولة العراقية أنه تشيل هاي الصورة حاولنا بكل ما أوتينا من قوة حاولنا بأن نشرح لهم بزيارات متكررة من قبل مسؤولين عدة زين وأنا في أغلبها أنا كنت حاضر شنو اللي يخلى ذاك الطرف اللي يسمعون عنده مؤثر مو بقدر تأثير الجهات اللي أنتم تمثلوها الجهات الرسمية لأنه هو يريد يسمع ذاك هو يريد يسمع ذاك يعني هو عنده شرح كاف يريد يسمع أحسنت ما سمعوا شيء موضوعي يا أخي للجمهورية الإسلامية في إيران إلها أثر طبعا إلها صدقاء إلها حلفاء إلها أثر سياسي وعلى أثر عمني وعلى طبعا إلها أثر شنو أثر اقتصادي عندهم 11 أو 12 13 مليار دولار تبادل اقتصادي بمصالح لإيران في العراق الآن يمكن من أكبر الشركاء الاقتصاديين في المنطقة أنه هو الجمهورية الإسلامية في إيران فعدهم مصالح بس إحنا نعتمر بأمر أمر ظهران طبعا لا ماكو يشكل ماكو يشكل إحنا ندور حيث حيثما تدور مصلحة العراق وين مصلحة العراق الدور إحنا ندور العراق ما يتمر بأمر طهران بس ثاني يتمر بأمر المخرج قل لي الوقت انتهى خليني أشكرك دكتور موفق ربيل أعظم الجلس النوار العراقي وأشكرك على الوقت اللي أعطيتني والحديثك شكرا لكم وأهلا وسهلا بكم في الكاظمية في دار الغيافة على الكورنيش إن شاء الله عمره بوجودك ووجودها لها شكرا لك دكتور شكرا لكم مشاهد الكرام حلقتنا انتهت لدينا موعد يتجدد بحلقات أخرى مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة